لم تصلوا من أجل ذلك كان هذا اللقاء غاية في الأهمية كذا روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرق أسوأ الناس سرق الذي يسرق في صلاته أكبر حرامي الحرام في الصلاة أسوأ الناس سرق الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها من أجل هذا الذي مر كان هذا اللقاء حتى نصلي بطريقة عملية سريعة وننبه على بعض الأشياء وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء موفقاً أسدداً خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك ومولى طيب بسم الله إذا أراد المسلم أن يصلي ماذا يصنع؟ يستقبل القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فكبر رفع يدي بحذاء من كبي أو جعلهما عند فروع أذني وقال الله أكبر وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والذراع أو قبض باليمنى على رسغ اليسرى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبداً لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث مسند ولا في حديث مرسل أنه كان يقول قبل التكبير شيئاً ولذلك الجهر بالنية بدعة قال ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 1 لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل أنه كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فقال نويت أن أصلي صلاة كذا أربع ركعات مستقبل القبلة أداء أو قضاء كل هذا من البدعة النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فرفع يديه وكبر ويجوز لك أن ترفع يديك أولاً ثم تكبر أو تجعل التكبير مصاحبة لرفع اليدين الله أكبر مع بعض أو ترفع يديك أولاً الله أكبر الله أكبر ثم تكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة فرفع يديه بحذاء من كبي يعني كتفي أو جعلهما عند فروع أذني ثم قال الله أكبر الله أكبر بعض الطيبين لا يرفعون أيديهم أصلاً في أي حركة في الصلاة وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ بعضهم يرسل يدي يدخل في الصلاة الله أكبر ويرسل يدي خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل الكف الأيمن على ظهر الكف الأيصر والرسغ والساعد هكذا هكذا أو قبض باليمنى على اليسر هكذا هكذا هناك وضع ملفق يفعله بعض المصلين وهو الجمع بين القبض والوضع كده اسم الوضع ده من السنة كده اسم القبض ده من السنة الوضع الملفق فيه جمع بين القبض والوضع هكذا يصنعون هكذا هذا وضع ملفق السنة يا عباد الله الوضع حط الكف الأيمن على ظهر الكف الأيصر والرسغ والساعد كده أو القبض هكذا الثالثة يوضع ملفق ليس من هدي نبينا نرى من المصلين عجب منهم من يقبض على مرفقه يصلي يعمل كده يصنعوا هكذا إذا يا عبد الله هذه بدعة منهم من يضع اليمنى على اليسرى على جنبه هكذا على جنبه الأيصر ماذا تصنع يا عبد الله يقولك أقتدي بالفاروق عمر لأنه عندما طعن بسكين كتم الجرح في الصلاة هل طعنك أحد بسكين يا عبد الله هذا لو فعله عمر فعله لضرورة جراحه تنزف دمى يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي محمد صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد دسم الوضع أو القبض باليمنى على رسغ اليسرى هكذا وأين يجعل اليدين على الصدر لحديث وائل بن حجر الذي رواه بن خزيمة وأحمد والحديث صحيح في رواية من رواياته قال وضع اليمنى على اليسرى على صدره لا على صرته لم يثبت في هذا حديث ما كان يجعله على الصرة بل على الصدر صلى الله عليه وسلم إذن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة استقبل القبلة فرفع يدي بحذاء من كبي أو جعلهما عند فروع أذني ثم كبر الله أكبر هناك أخطاء في التكبير نبهت عليها قبل بعضهم يدخل همزة على لفظ الجلالة فيقول الله أكبر يا عبد الله هذه معناها أهو أكبر بعضهم يدخل همزة على لفظ أكبر فيقول الله أكبر كأنك تسأل هل ربنا أكبر أم ليس بأكبر اتقل لا هذا خطأ فاحش ترجمة نانسي قنقر